موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدين صباح الخير وبركة عليكم جميعا النهاردة الحلقة 150 من برنامج نعم أستطيع والحلقة الأولى لي نعم أستطيع مش مجرد كلمة تتقال نعم أستطيع أقوال تليها أفعال رسالتي اللي تقدر معنا إن شاء الله طول برنامج بتاعنا بإذن الله رسالتي لكل الشباب اللي في سني اللي أكبر مني أو أصغر مني رسالتي لكل شاب يائس محبط مش مئز اسعى اجتهد حاول هتوصل واتحق ورسالتي لكل شاب طموح إيجابي حالم اسعى وارضة وصبر هتوصل وانا وصلت حلم الطفولة حلم الشباب حلمي وانا صغير إننا أكون صوت صوت حق صوت الحق دوت مش مجرد المستوى المحلي فقط أو الإقليمي بالعكس كان يفسي يكون صوت حق المستوى الدولي والعالمي وانه هذا الحق الحلم دوت في نعم أستطيع برنامجنا هيتخذ بعض النقاط اللي يكون مسيرة ومشيقة لكم تتلخص في ثلاث كلمات برنامجنا هيكون صوت الحق عين الرصد شاشة العمالقة برنامجنا هيتناقش في قضية مهمة جدا وهيبرز شخصيات أهم وأهم برنامجنا هيتخذ عدة نقاط النقطة الأولى هي إبراز الشخصيات الإيجابية في مجتمعنا واتخذها كمثال وقصة نجاحها قصة نحتزي بها جميعا النقطة الثانية هنحاول بقدر الإمكان نلفت عيون المسؤولين عننا سواء في الرئاسة الحي أو سواء المسؤولين عن المناطق أو عند الرئاسة الجمهورية حتى نلفت انتباههم ونكون لافت انتباه بسيط نحو الأخطاء ونكون الإيد اللي بتسقف لهم لو عملوا حاجات إيجابية والحاجات الإيجابية كتير جدا 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 فمش عيب جدا أو مش عيب أبدا إن إحنا لما نشوف حاجة إيجابية نسقف لها ونقف وندعمها ونحن لما نشوف خطأ نوجه لي لفت الانتباه وننقض البناء فكون نقطة تانية عندنا إنه منتابع أعمال الرئاسة الحي وبالأخص فحي حلوان وتبي نقطة رقم 3 هنناقش مع بعضينا مشاكلنا اللي بتوجهنا من مشاكل اجتماعية ومن مشاكل أهم وأهم بنلقاها هذه الفترة مشاكلنا التعليمية اللي بتوجه التعليم نقطة رقم 4 هنتكلم في حاجة تخص تخصي أنا الشخصي وهو تدريس مدد الفيزياء هنطح حلقات شرح مجاني ودعم مجاني لجميع الطلاب على جميع مستوى الجمهورية وحيج جمهورية لطلاب الصف الأول والثاني والثالث ثانوي مراجعات في مددد الفيزياء مع الأستاذ بشخصي اللي بعرفكم بي أستاذ محمد حازم أول حاجة هابتكلم عنها هي رسالة تانية الرسالة دي بتلخص في مصر القاهرة حلوان التبين الرسالة دي هي رسالة بلدي اللي عيشتي فيها ونشأتي فيها بلدي اللي استفتت كتير منها جدا وإن شاء الله بإذن الله هفيد وكل واحد سيكون إن شاء الله بإذن الله هيفيد لما يوصل ويكون فعلا مثال نعم أستطيع حلوان مدينة جميلة جدا 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 فيها كثير من المعالم الأغلب السياح كانوا بيجوا فيها زي كبرتاج زي عيون المياه الكبرتية زي مرحة في الشمع من أهم معالم حلوان حلوان مش مجرد كلمة بس حلوان مش مجرد مكان عادي حلوان أهل وطيبة وأصالة وأنا حابب أن أشوف معاكم فيديو بسيط عن حلوان أغنية لطيفة كده أعملها بعض الشباب اللي هنستطيع لهم الكلام بعد الفاصل حلوان حلوان وولاد حلوان أصلي وجدعان عشرتنا زمن حتتنا أمان وفخورة علشان أنا من حلوان حلوان فيها تربت ما هيحط نوبت حبت ناسها وبردو تحبت الغنى وزت وبأي مكان شوارعها شريف راي المنصور عبد الرحمة مراغب بدور في همد الحرير وحضنط النور فيها شارع المراهب بتسلش الوين بي ططق دقف المنصور دا العشق المعشوق عبدنا الحلوة في المدينة فوق ما تروحش من دماغي ترجمة نانسي قنقر حلوان وولاد حلوان أصلي وجدعان عشرتنا زمن حتتنا أمان وفخورة علشان أنا من حلوان حلوان فيها تربت ما هيحط نوبت حبت ناسها وبردو تحبت الغنى وزت وبأي مكان حلوان عمرات المروة دهب ملسمة مدى ومروة جنبه على طول اللو قلو أفود أبو شانددول في الكوش رجل علامة من رحبة السلكة بالتاج وعمو العز بجد إبراهيم وحسام مش ناسي النادي حلوة من العنجم على ياما ياما موسيقى 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 وفخور ان انا محلوان فعلا بفتخر ان انا محلوان طبعا زي ما احنا نتكلم عن حلوان ما ينفعش ننسى اهلنا اللي مجمعيننا جروبات حلوان في الفترة اللي فاتت دي كلها وفي ظل الظروف اللي احنا فيها اكتشفنا حاجة لطيفة جدا ان احنا محب بعض قوي وان احنا مخاف على بعض قوي وان احنا مشاكلنا مشاكل واحدة لقيت دواته اكتشفته عن طريق جروبات الخاصة بحلوان وبالتبين عندنا جروبين النهاردة هنتكلم عنهم من اكتر الجروبات ذو الكفاءة واللي فعلا حستني ان احنا واحد وان احنا في مكان واحد اولهم هو جروب التبين والصلب اللي تشوفوا صرته على الشهاد الوقت جروب التبين والصلب يعتبر حضران احنا بدأنا بظروف The Golden Generation تبين والصلب بتهام كده جروب التبين والصلب من افضل الجروبات الموجودة على نطاق الجروبات الموجودة في حلوان لان حاسات بالجروب دوات ان في اغلبه بيعرض المشاكل وبيعرض بيحاول يوجد حلول لها باضافة ان هو بيحاول يساهم بقدر الامكان في نشر الوعي والثقافة والحل ايجابية على الاهلي بشكر الجروب دوات وبشكر كل اد من مسؤولنا الجروب دوات وبحييكم من مكان دوات وبقول لكم شكرا انتو حسستون ان احنا واحد تاني جروب هي فكرة بسيطة فكرة ابتكار بنت بسيطة البنت دي حلمها كانت تشوف مدرسينها مدرسين مرحلات ادائية او مدرسين مرحلة الاعدادية او مدرسين مرحلة السنوية ليها فعملت جروب بسيط الجروب ده سألت فيه سؤال الجروب كان السؤال بتاعه ان فين مدرسين دول راحوا فين راحوا فين القدوة راحوا فين اللي انا اشتقت رؤيتهم الجروب ده اسمه The Gold Generation اللي نشوف صورته دلوقتي على الشاشة الجروب دوات بدأ ببضعة المتشاركين لحد حاليا نوصل عدده لستة واربعين الف متابعة الجروب ده انا من وجهة نظري بسمين جروب القدوة لان الجروب ده ابرس كتير جدا ابرس كتير جدا من معلمين ابرس كتير جدا من الناس مخضور حقهم من معلمين مختفين بقالوا فترة كبيرة جدا ابرس روح المعلم الغاب بقاله كتير قوي وفعلا ظهر مدى حب الطلاب وتعلقهم بالمعلم المعلم رسالة لازم كل واحد مسؤول عن الرسالة ديت يقضيها بكفاءة ولازم كل معلم يبرس في قلب طلابه حبهم لي عشان يجي وقت زي كده يفتكروا بالخير ويفتكروا بالمواد ده ببصد جدا لما بشوف صورة مدرس انا عرفه شخصيا وكلام مكتوب عليه جميل جدا وكمتات حلوة جدا 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 بقول يا فعلا المعلم قضوة وفعلا قم للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم ان يكون رسولا والافضل كمان لما يكون رسول والناس كلها بتحبه مش رسول بالبلغ بس والمعلم مش رسالة تعلمية فقط المعلم حاك كتير جدا 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 بحي البلد ديت وبحي كل قد من الجروب دوت البنت تقريبا على ما اظنه وعلى ما شوفتي اسمها هي اسمها دنيا شكرا جدا نفسي دنيا على اللي انت طرحتي فكرة بجد لمست قلنا كلنا شكرا جدا لها دلوقتي جي دور النقطة المهمة في برنامجنا وهي الشخصيات الإيجابية والفعالة شاشة العمالقة زي ما قلنا شاشة العمالقة ديت احنا عشان قد ندى أول حلقة فجايبين لكم شوية شخصيات كده من العرض الأول الشخصيات ديت من أعظم شخصيات اللي موجودة على مستوى حلوان حاليا أول شخصية أنا من وجهة نظري بسميها المحربة الأسطورية هي محربة جدا حربة عشرين سنة مع أن سنها ثلاثة وعشرين سنة هتقول لي ازاي حربة عشرين سنة آه النهار ده معانا بطلة هي هاجر علاء الدين هاجر علاء الدين من إحدى ضحايا حوادث الحروق هاجر لقت عشرين سنة من التنمر بس هاجر ما قدش بالجانب السلبي بالعكس حولت الجانب السلبي ده الجانب إيجابي وده اللي حنتكلم فيه نحن عايزين أي حاجة سلبية تصبح سوري أي حاجة سلبية تصبح إيجابية هاجر طبقة الكلام دوت فعلا حولت كل شعور سلبي وصلها لاتجاه إيجابي هاجر حاليا في الوقت الحالي هي أحد مؤسسين مؤسسة مصر لمعاجلة الحروب بالمجان وكمان هي عضو فعال جدا في المؤسسة هي داعم نفسي لمصابين الحروق هي مثال لمسأل هقوله لمسأل كنا بنسمعه زمان أن فقد الشيء لا يعطي لكن هاجر قصرة القاعدة ديت فقد الشيء يعطي ويعطي ببزخ ويعطي بعطاء ليه لماذا العطاء والرضا والعظمة اللي في هاجر أنا فخور أن أنا ضفت البيانات بتاعي أن أنا بتكلم عن هاجر صلاح الدين لأنها فعلا فخر لمجرة فعلا هي فخر لبلدها حلوان كفر العلو والتبين فخر لمصر كلها ثاني شخصية الشخصية ديت بجد من أكتر شخصيات النكحة ويعتبر قصتها لازم كل الشباب تتخذ هذا السير وهذا النهج من القصة ابن البلد ابن الأصول شيخ العرب الجدع الشهم رجل الخير الأستاذ واقل عكاشة زوائل عكاشة من أحد رجال أعمال في مطاق التبين بيتميز ومزاك كتير قوي سيد زوائل تعريفا بي وبشخصه سيد زوائل 38 سنة باكادريوس علوم مختصة سياسية جمعة أكتوبر سيد زوائل كان الأمين العام مساعد لحزب مستقبل الوطن سابقا والآن هو الأمين أمين التنظيم بحزب مستقبل الوطن وكان أمين مجلس الأمنة للعمل الطوعي مضاد التبين وكان ده ما يطلق عليه بشيخ العرب إن هو أحد ممثلي دائرة العرف والصحي بين الناس بشكره على كل مبادرة بيقدمها لأهل التبين وبشكره على دعمه النفسي والمعنوي لأهل التبين أنا بوجه رسالتي من هنا إننا عايزين كل رجال أعمال وكل من له القدرة المادية والمعنوية على المساعدة اسعى يعني كمان عمل معينا تمام معانا أستاذ وائل على التليفون وهو خير من يتكلم عن نفسه السلام عليكم عليكم السلام عليكم طبعا خير أستاذ وائل أستاذ وائل أستاذ وائل أستاذ وائل عكاشا هو الشخصية المتميزة اللي بنتكلم عليها النهاردة شكرا جدا لك أستاذ وائل على أن أنت شخصيتك من أربط الشخصيات اللي بنتكلم عليها في البرنامج زي ده ربنا خليك فأني دمزوق الله ربنا يكلم حضرتك طب كلمنا شوي بقى عن إنجزة حضرتك كده في خلال المنطقة وخلال أنت خير حد يتكلم عن حضرتك والله شكرا لك عزو محمد ده رجب لنا علينا ربنا عليك فحضرتك دايما حدك كلك زوء وكلك أصول وحادك فعلا ينطبق عليك مثال شخصية نجحة اللي كل الشهاب يحتزي بيها خدوة ربنا عزو محمد ربنا خليك كريمك ماشي يا الزوائل شكرا جدا لك ألو أيو الزوائل الشارع بتقطع بس أسو محمد نتمنى إن شاء الله بإذن الله كده فترة جاية تكون فترة خيرة أكتر وتزيد حضرتك من مبارتك الخيرية للمنطقة أولى المنطقة وده حاجة مش حاجة جدا على حضرتك ده من زمان وبنشكرك عليها وبلسان كل حد من شاب اللي في سني بنواجه ليك الشكر وأهلنا برضو في التببيه نفسك بنواجه ليك الشكر الله عزيز محمد إحنا بنعتز إن الجيل فيه أمثال حضرتك لأن أنت شخصية مميزة لحضرتك والله وبنتعلم منك عمل الخير بصراحة ربنا كلمك أزوائل ربنا كلمك أزوائل ربنا كلمك أزوائل ربنا كلمك أزوائل ربنا عزيزك أزوائل يعني الواحد بيفتخر إن بيبرز شخصيات نجحة وبتضيف لبرنامج بتاعهم طبعا ده ما كلمنا على التببيه حافظ جدا أوريكو فيديو بسيط الفيديو ده من أحد ألمس الفيديوات إلى قلبي نطلع بفاصل إعلاني ونرجع مرة تانية المترجم للقناة قدنا بعض الفاصل نقطة ومن أول الساطر قلنا هنتكلم برضو عن رئيسة الحي وعن مدى الفعالية والإيجابيات اللي موجودة في الحي حي التببين بيفخر إن بيلمس وجود أشياء كتير إيجابية في الحي ده نتيجة من أعضاء فهيئة الحي وعمال ورئيسة حي فعالة بشكرها من برنامجي برضو إحنا قلنا لازم نوجه الشكر والتقدير لكل حد بيعمل من أجل الوطن ومن أجل إصلاح ومن أجل النجاح بشكر الأستاذة هالة العامل بقائم أعمال رئيسة الحي بحي التببين اللي برضو هنشوف صورتها على الشهد الوقت ده نتيجة قدر الإمكان أي مشكلة في الحي بيتوجهوا لها طبعا بنوجه لها الشكر من عندام هنا فعليات القمامة وكانت مشاركة معنا برضو بعضنا بغضلات كتير منها التعقيم وأجزاء كتير جدا تهم وفي صالح المنطقة بنشكرها من المكان دوت وبنشكر كل رئاسة الحي الفعالة في جميع أنحاء الجمهورية وبنقول لها برضو يا وسيد زهلة تسمحنا أن احنا برضو نلفت انتباه حضرتك لو في أي مشكلة فحضرتك يريد تكون يتابع على البرناج بتاعنا ويساعدنا ويشرفنا أن تتابعي البرناج بتاعنا طبعا بسأله بساطرك بسأله بساطرك نقول الكلمة الشهيدة نقطة ومن أول السطر النقطة اللي بنكلم فيها دلوقتي هي مشاكلنا أهم ما يواجه المشاكل دلوقتي هي المشاكل التعليمية المشاكل التعليمية دي اللي بتواجهنا كلنا بتواجه كل بيت موجود فيه طفل من سن 8 سنين حتى شاب عنده 16 سنة وهي مشكلة الأبحاث التعليمية والمشاريع البحثية اللي يمتقدمها من وزورة تربية التعليم الموضوع أبسط ما يكون ولكن لو فهمنا نقاطه والموضوع نقطة دلوق الأخرى بيسهل نفسه كنا عندنا المشكلة إن إحنا إزاي نقدم البحث على المنصة التعليمية طبعا البحث مطلوب تسليمه على منصة تعليمية الوزير الوزير لما طلع واتكلم سيد طارق شاوئي دكتور طارق شاوئي مشكورا قال الغير قادر أو الغير مستطيع يتواصل إلكترونيا إن هو يقدر يتواصل معنا عن طريق تسليم البحث للمنصة للمدرسة القائمة بيها كل طالب البحث بيكون بشكل بسيط هنستطرق موضوع البحث دوت في الحرقات القادمة إن شاء الله وإذن الله تمام ساعت جدا النهاردة حنالدة بسيطة ساعت جدا بيها بشكر كل من عوصاني المكان دوت بشكر من حقالي حلمي بشكر والدتي بشكر المولى عز وجل قبل والدتي وبشكر بعض المساعدين بين نسبالي واللي هما أهم الناس في حياتي أستاذ وليد شعلان والشيخ أحمد خالد لأنهما سبب في وصولي المكان الدين بشكرهم جدا وما ننساش الرسالة بتاعتنا اللي في النهاية وفي البداية هنهي بيها لسالة لكل شاب يائس محبط مش مائز اسعى اجتهد حاول أكيد هتحقق وصالة لكل شاب حالم طموح إيجابي هتوصل وانا وصلت شكرا جدا لكم أسيبكم مع زميلي أحمد القاضي شكرا جدا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير حلقة جديدة برنامجكم صباح الخير حلقة جديدة برنامج نعم أستطيع حلقة 151 سيزن الثلاثر صباحكم جميل هنتكلم النهاردة عندنا فقرتين في البرنامج الفقرة الأولى هنتكلم عن التوعية وجائحة كورونا المستمرة اللي ربنا يعديها على خير والفقرة التانية عن أهل بن سويف أهلي وبلدي ومحافظتي في الفقرة التانية هنفتح المدخلات للناس وهنتكلم عن بن سويف عندك أي مع أي استفسار مبادرة تقدر تكلمنا على أرقام البرنامج اللي هتكون موجودة على الشاشة دلوقتي وإن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن بن سويف في حلقات جاية أكتر وأكتر بإذن الله الوضع بالنسبة للكورونا جائحة كورونا الوباء الأخير قرر بيخرج عن السيطرة في مصر وطبعا إحنا كلنا عندنا حزن كبير بسبب كثرة وانتشار الإصابات في مصر في الفترة الأخيرة والمرحلة الحالية ما بقاش فيها حاجة اسمها المخالطين والحالة الإيجابية والمخالطين والناس اللي راجعين من الصفر إحنا وصلنا لمرحلة الناس أنت مش عارف المرض أو العدوى ممكن تتنقلك منين الشباب على النواصي والناس بتخرج بداعي وبدون داعي التجمعات حاليا عادي ولا كأن في حاجة يعني الناس كانت في الأول شوية التزام شوية أفضل دلوقتي لا الناس بقى عادي الموضوع واخدين الموضوع باستهتار كل اللي إحنا بنعمله بس بنقول ربنا يسطرها ربنا يفرجها طيب ما فيش إجراءات بدأنا يعني بدأنا نقل الإجراءات الاحترازية الدولة كل يوم بتتكلم والإعلام بنتكلم عليها كل اللي إحنا بنعمله بنقول ربنا يسطرها يعني إحنا المفروض نلتزم بتعليمات المتخصصين في المجال وناخد بالأسباب ونمنع الاختلاطات والتجمعات بشكل تام نمنع السلام بالإيد نمنع البز نمنع الأحضان كل الكلام ده مفروض نمنعه يعني نلزم بيتك ما تخرج إلا للضرورة يعني مش بس نقول ربنا يسطرها وأنزل لا أعمل الإجراءات الاحترازية آه احنا كلنا بنتوكل على الله والمرض ممكن يجيلك من أي وقت أو من أي حد بس أنا لازم أخذ بالأسباب وأخذ بالإجراءات الإمكان أنا النهاردة هكون في تجمعاتي بأنا المفترض إن أنا أعمل كل احتياطاتي معايا كحل ملتزم بالكمامة في التجمعات كل الناس في مستشفى العزل دلوقتي يعني بيقولوا يا ريت بس من أسبوع واحد بس إحنا ما نعرفش إحنا تعدينا منين يا ريتنا يا ريتنا التزمنا وما خرجناش أسرة بالكامل اتعدت وحالتها بقت إيجابي يحتوفها الله بسبب سبوع وتجمع السبوع وطبعا قال وربنا يسترها طيب الدولة والناس والصحة والدكاترة والتوعية كلها الناس بتتكلم في إننا نكون يعني نمنع أي اختلاطات نمنع أي تجمعات الواعي والملتزم يواعي غيره إحنا أكتر خدمة ممكن تقدمها دلوقتي لصحبك لأخوك لحد من أهلك هي التوعية إن أنت توعيه بخطورة المرض بلاش الاستهتار بالمرض الاستهتار بالوباء يعني هيودينه في حتة إحنا مش حلوة طبعا روحانيات رمضان مفتقدينها الترويح المساجد الرمضان طعمه الناس كلها حاسة أن طعمه مختلف فيعني نلتزم علشان الدنيا ترجع وربنا يعني يعني ربنا يعيد علينا رمضان عواماً عديدة ونرجع يكون أفضل من الأول وترجع الروحانيات بتاعت زمان بس كله ده هيجي بالتزامنا يعني الالتزام هو الأساس التزام بالإجراءات الاحترازية ما ناخدش الموضوع باستهتار الناس يعني نلتزم بالإجراءات نلتزم بالوقاية نوعي أهل بيتنا اللي مش واعي ننصح اللي مش ملتزم بال يعني أنا دلوقتي مش ملتزم النصيحة كويسة في الوقت ده أنصح جاري أنصح أهل بيتي أنصح أصحابي أمنع التجمعات كل ده علشان لازم تخاف وتحافظ على أهل بيتك وعلى أسرتك يعني رجاء أننا كل الناس الوعية المثقفة المتعلمة المؤمنة بالوباء رجاء منكم أننا نحاول نمنع التجمعات وراعي راعي الأسرة وراعي والمسؤول يعني ياريت كل مسؤول كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فنلتمس أنا راعي لازم أوعي أهل بيتي أوعي اللي مش فاهم الصغير اللي مش مدرك بحجم الموقف وخطورة الوباء يعني أوعي الناس كلها بحيث أننا نلتزم ونحاول نعدل مرحلة ونرجع الدنيا ترجع 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 الأول تاني وأفضل ونرجع ترجع الاحتفالات وترجع التجمعات تاني ونرجع نخرج والحياة تمشي بشكل طبيعي زي ما كانت وأفضل بإذن الله أنت مش فارق معاك ودخل في التجمعات ومش فارق معاك العدوى هتيجي تزعل على نفسك بعد كده لما تلاقي حد من عيالك تصاب أو بين الحياة ومنموت أو حد من أهلك ومش لقي لي مكان في المستشفى ربنا يعافي أولادنا وأولادكم وأهلنا يا رب يعني حصرة ما بعدها حصرة لما تاخد العدوى وتنقلها لأخوك لأبوك لولدتك للأفلين عليهم بابهم واسقين فيك إنك واخد بالك من نفسك والإجراءات كلها ملتزم بيها وممكن تعيش بعض الزام بطول حياتك إنك تسببت تسببت بس في عدوى الشخص أو تسببت في لقدر الله وفاة شخص بسبب إنك نقلت له العدوى والشباب اللي بيستهتر إحنا برضو يعني ما فيش حد معصوم من إنك لأ هو المرض المرض منتشر والمرض بيصيب الشباب والكبير لأ ما أقولش إن أنا منعتي قوية ما أنا بعد أهلي بعد ناس بعد الناس كلها وأنا مش ضامن إن أنا يعني فيه شباب حالته اتدهورت ياريت ياريت يا جماعة نلتزم بالحظر ونلتزم ونوعي الناس واللي بتعدي من قارب الناس لي وللعلم اللي بيعمل فرح اليمندول في المستخب أو عزة أو بياخد عزة أو كل الكلام ده سبوع أو أي تجمع أو أي مناسبة أو أي افطار جماعي أو صحور كل ده احتمالية إصابتهم بالعدوى أضعاف الدكاترة وأضعاف الناس المسؤولة والممرضين اللي بيشتغلوا في حالات إصابة مؤكدة لإن الناس دي واخد احتياطاتها واخد داس عارفة هي بتعمل إيه ناس متخصصة هو ده مجالها واخدين كل إجراءاتهم الاحترازية إنما إحنا لما نبقى قاعدين في وسط مثلا فرح أو تجمع أو صحور جماعي أو افطار جماعي وبنقول ربنا يسطر ربنا يسطر سيبها على ربنا طيب هو أنا إزاي يعني ربنا قال لنا إن إحنا ناخد بالأسباب لازم ناخد بالأسباب مش نقول ربنا يسطرها ونقول يا رب يا رب إن شاء الله مش هتصاب لأ مش كده هي مش كده أو مثلا لا ده أنا أنا زي الفل هو هنزل في نفس الأعراض ما بتبينش عليها المتخصصين قالوا في المجال ده إننا يعني أنا ممكن أتصاب وربنا يشفيني بدون ما ييجي عدوى بسبب منعت القوية ما روحش مستشفى ما فيش عزل طيب أنا لما تصبت وربنا شفاني أنا نقلت العدوى لكام فرد نقلتها باستهتار لكام شخص لكام شخص ممكن فيهم كبار السن وفيهم الأطفال فيهم الشباب اللي زي رجاء رجاء للتزام وناخد احتياطاتنا على قد ما نقدر عاوز تجامل في فرح أو عاوز تجامل في عزة تعيد على أحبابك قريبك في التليفون وانت قاعد في بيتك اقفل عليك بيتك وما تعملوش أي تجمعات عاوزين نعد المرحلة دي ناس كتير عايزة ترجع لشغلها ناس كتير شغلها واقف ناس كتير نفسها ترجع للحياة الطبعية الحياة الطبعية متوقفة علينا الدولة بتعمل إجراءات وإحنا لازم نلتزم علشان خاطر نرجع تاني زي الأول والعجلة الإنتاج وعجلة العجلة تمشي والعجلة تدور وكلنا يعني الاقتصاد ينتعش ونرجع لشغلنا ولقم تعيشنا وطبعا قربنا كل سنة وانتو طيبين العيد قرب الناس اللي هتنزل بقى في العيد وكل سنة وانتو طيب وتجمعات وكحك وبسكويت ونهزر ونتجمع ونعند مع نفسنا ونقول ربنا يسطر طيب هو ربنا هيسطر هيسطر كده بالكلام ولا بالإجراء اللي أنا هعمله أتخذ إجراء احترازي زي من الإجراء اللي أنا أعمله في التجمع البسكمامة أمشي بمطهر أعزل نفسي تطهير الأماكن دايما تطهير البيوت تطهير أسيب الأحزية خارج المنزل لأن الأحزية من أكثر الأسباب التي تنقل العدوى يبقى أنا النهاردة لما ألتزم علشان خاطر أهل بيتي وناسي ورجاء يعني بلاشت تجمعات في العيد رجاء اللي عايز يعني يعيد على حد عاوز حد وحش يكلمه في التليفون يكلمه في فيديو وبلاشت تجمعات ياريت اقفل عليك نصيحة نصيحة يعني اقفل عليك بابك ابعد عن أي تجمعات نهائي اتحرق بالكمامة في أي سوق أو هايبر ماركت ومتتكسفش تعقيم وتطهير نفسك بالكحول دايما بعد أي خروج للضرورة التزم التزم بالتباعد الاجتماعي اللي يزعل يزعل بكرة هيفهم بس هيكون فات الأوات مش هيبقى أغلى عليك من ابنك أو ابوك أو أمك اللي لازم نحافظ عليهم اتقل الله في ولادك وأهلك وأحبابك أنا عارف إن كلامي صعب وكلامي ممكن يكون قاسي بعض الشيء ولكن ده غلط وما ينفعش يتسكت عليه وده دورنا إننا نوعي المجتمع المصري كله لإنه هو وبقى منتشر في العالم ولازم إننا ناخد بالنا وناخد بالأسباب ونعمل الإجراءات الاحترازية كلها وربنا يعنينا المرض يا رب حقيقي الوضع بقى مستفز والحالات بتزيد بشكل مرعب والاستهتار برضو بيزيد للأسف ودي كلمة حق اللهم بلغت اللهم ما فاشهد يا ريت الالتزام يا ريت نوعي الناس اللي مش وعية الناس اللي ياخد الموضوع بالاستهتار هنطلع فاصل وهنتكلم مع أهل بلدي محافظة بن سويف الرقم اللي على الشاشة هتدخله معنا في مدخلة وأي حد عنده استفسار عنده معلومة أو عاوز أي حاجة يقولنا وإحنا إن شاء الله بإذن الله نعرض كل حاجة لكم والرأي العام في انتظار تليفوناتكم هنطلع فاصل وسير ونرجع تاني مع بعض موسيقى ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل الإعلاني فقرة أهلي أهل بن سويف وأول مدخلة معنا إن شاء الله الأستاذ أيمن أحمد كعبو يحصل في الفترة الجاية إن شاء الله والله والشغل طبعا حضرتك عارف إن الدنيا كلها وقفة طبعا إحنا عندنا مطعم بالكانتو طبعا أنا شريك فيه طبعا آفل وأنا عندي أكتر مثلا من 80 فرد عاديم في البيوت 80 عامل في المطعم 80 عامل في المطعم وعاديم في البيت طبعا بسبب الأزمة طبعا إحنا ممكن مستعدين لأي طب يا سيد عيمن الديليفري شغال على مدار اليوم ولا الديليفري الديليفري متاح فعلا على مدار اليوم بس ما بيحققش بالنسبة مبيعات 3% من نسبة الإقبال بالنسبة الإقبال ما بيحققش 3% من أي حاجة يعني اللي هو مش هيجازي معك أي حال طيب بنوجة نظرك علشان الدنيا ترجع تاني والحياة ترجع إيه اللي ممكن يتعامل أو إيه إنتو كمطعم أو كمطعم بالكانتو إنت يعني عايز تفتح النهاردة في ظل الوضع الحالي إيه الإجراءات اللي إنت ممكن تتخذها وتفتح المكان والناشد المسؤولين إن المطاعم ترجع تاني وتشتغل زي الأول إن شاء الله والله إحنا مستعدين لأي قرارات احترازية تاخدها الحكومة أي حاجة هم يقولوا عليها كل المطاعم مستعدية لهذا الكرارات يعني يعني هم مش المطعم طبعا ممكن نجيب له وحدة تعقيم طبعا كل الأصطف اللي عاملين بالمكان يبقى فيه تعقيم باستمرار لابسين الكمامات لابسين القلبزات في إيديهم يعني إحنا مستعدين لأي قرارات إن شاء الله ربنا نوعي الناس وربنا يشيل الغمة وإن شاء الله الدنيا ترجع في قرب وقت بإذن الله وعجلة الإنتاج تدور وربنا يرفع البلاء والوباء عن بلدنا واشكرك شكرا جزيلا يا سيد أيمن كنت معنا من محافظة بنسويف أهلي وبلدي ومعنا مدخلة تانية من محافظة بنسويف المهندس محمد أبوهشيما ألو ألو غز محمد ألو أبوهش مهندس صباح الخير يا فن صباح النور عامل إيه الله يخبر منور برنامج نعم أستطيع المنورين بكم الفن والله المنورين بحضرتك يا فضاح منورين بقدرت البرنامج حبيبي عايزين نعرف منك إيه المبادرات اللي تقدمت في الفترة اللي فاتت الوضع عامل إيف عندنا في بنسويف اشرح لنا إيه إيه اللي ممكن يتعامل في الفترة الجاية الإنجازات إنتوا كشباب قدمتوا إيه في المرحلة اللي فاتت والوباء الأخير ساعدنا الدولة والقيادة السياسية في إيه الله إحنا هدفنا أن نحن بنوعي الشباب أن نلتزم في بيته أن يعني لغة ما نطلع من سطرة الكورونا نطلع من الأزمة اللي احنا فيها دي ربنا يكرمنا برضو بمساعدة بمساعدة أهل الخير وأهل وأهل البلد نحن نقلت برضو مع الناس في جائحة الكورونا دي طبعا عملتوا حملات توعية عملتوا حاجة يعني شايف جروبات كتيرة جدا على الفيسبوك انتشرت الفترة الأخيرة خصوصا عندنا في بنسويف وفي جروبات خاصة بالتوعية جروبات خاصة بالعمالة الغير منتصمة المنتظمة جروبات مثلا بتساعد الأهالي كده عايزين نعرف منك ايه أبرز المبادرات اللي تمت في المحافظة بفضل اللي احنا عاملين جروب اسمه بنسويف في أحلى دولة بنساعد بي الشباب بنسويف في أحلى دولة بنسويف في أحلى دولة ايه هدف الجروب بنساعد بي الشباب بنساعد بين الناس اللي هي في جائحة الكورونا بنساعد بي أهل بلدي تمام بنساعد بي أهل بلدي عايزين نوجه رسالة للخيادة السياسية والمسؤولين في الدولة لو هنوجهم رسالة من خلالك باش مهندس هنقولهم ايه والله هم ربنا يعانهم في اللي هم فيه تمام ربنا يسطرها ويطلعنا برضو منها على خير احنا طبعا بنشكر القوات المسلحة وبنشكر الداخلية وبنشكر القضاء وبنشكر الجيش الأبيض ربنا يكون فعينهم طبعا الجيش الأبيض بنشكرهم هم على خط الخط الأول للدفاع عن الوباء بنقدم لهم كل الشكر والاحترام والتقدير بشكرك شكرا جزيلا سيد محمد نورتنا وان شاء الله ربنا يعدي الدنيا على خير والدنيا تبقى أفضل في الفترة الجاية معنا مدخلة تانية ألو ألو أسيد محمد صباح الخير من أمي بن سويف قريتي بلد العلم والعلماء تزمان قرية الأم في محافظة بن سويف أسألك إيه قدمته في الفترة الأخيرة في انتشار الوباء الفيروس كورونا قدم أكل أسلام حضرتك أحب أشكر أسلام حضرتك وكل الكوانين عن هذا البرنامج بنغالي من الضوء خلال الفترة الماضية وأنا في الجمال أكون محضرتك في مدخلة النور أسلام حضرتك وإن شاء الله وإن شاء الله في عد الفترة لها رحية فترة صعبة فعلا إيه المبادرات اللي تم اللي اتعملت في تزمانت الشرقية ومن الأبرز الناس اللي كانت توقفة في الأزمة بضمير من المسؤولين ومن الشباب احكي لنا كده عن الوضع وعمل إيه تزمانت والتوعية والمبادرات اللي تمت في الفترة اللي فات والله طمعا أزعمال الفترة دي كان نزل مفهم طبعا مجبود أنا وجميع قادر البلد علشان نقدر نجمع فريق تطوائي خدمي يقدر يسعد أهل لقريته من فريق تطوائي تنفيذية وفريق توايا قدرنا أنا ومجموعة كبيرة من الشباب القرية بتقديم المقترحات المختلفة من خلال طبعا الصفحات السوشال ميديا فقدرنا نجمع فريق خدمي بجانب سريع الكنشافة التطوائية بدأت بعمل مفرحات التنفيذية من خلال فريق تطوائية بتاعوني طبعا مع مركز شباب تزمانت الشرية وعلى رسولي طبعا الكبت من طراط عشور والقائد أحمد أمين والقائد أحمد أسمان اللي طبعا ما دخلوش فائلا على توضيوم المحتوى عايزين نوجه شكر لحد من أكتر الشخصيات اللي برزت في الفترة الأخيرة في قرية تزمانت بلد العلم وقرية العلماء قرية الأولى على التعليم عام 2006 في جمهورية مصر العربية طبعا هو بالأفرس طبعا اللي كان طامين طبعا العمد الصفحة كان دايما بالحرص أو بالسانسين مع المحركز من طلعت طبعا بمركز شباب تزمانت الشرية وانت طبعا طاعت لو طاعت عن تزمانت يوجد بها مركز عالم السوا واشكرك يا بش مهندس شرفتنا ونورتنا وإن شاء الله يبقى فيه مساح نتكلم أكتر عن تزمانت معنا مدخلة هاتفية تانية ألو ألو معك محمد صرحة بس الوقت أعيز وقت عشان التكل اتفضل براحتك قدامي عد يا باشا تفضل تحت أمرك تزمانت الشرقية أهلا بي قرية تزمانت الشرقية عايزين نعرف ايه الانجازات اللي تمت في الفترة اللي فاتت وعايزين يعني نعرف شوية معلومات عن تزمانت الشرقية تزمانت الشرقية نوارت القرى في محافظة بانسويب تمام بتقع قرية تزمانت الشرقية جنوب باندر بانسويب بحوالي خمسة كيلومتر عدد سكانها بقارب من الخمسة أربعين ألف نسمة من أغلب حوالي خمسة وحوالي أربعين ألف يسكونوا القرية وحوالي خمس ألاف بيقدون باندر بانسويب نحاول نتواصل معك تاني طيب في نهاية حلقتنا بشكركم وإن شاء الله نقدر نتكلم عن تزمانت الشرقية حلقة كبيرة حلقة يكون معنا وقت أكبر ونتكلم عن تزمانت وهنتكلم عن المشاكل والإيجابيات في تزمانت وعن محافظة بانسويب وكل المجهودات اللي تمت في الفترة اللي فاتت وفي العشر سنين الأخيرة والتطور اللي بقى في بانسويب الصناعي الكبير اللي موجود في محافظة بانسويب إن شاء الله يبقى معنا وقت أكبر الحلقة اللي جاية وهنتكلم عن بانسويب وأهم المشاكل وأهم الإنجازات وأهم الإيجابيات في المحافظة وشكرا الحلقة الجاية إن شاء الله اشتركوا في القناة